العاشرة حسب توقيت ساعة بغداد اشتركوا في القناة مساء الخير اهلا بكم مشاهدين الى هذا الحصاد بدايته مع ابرز واهم العنوي اعلان عن تظاهرة المليونية السبت المقبل الالاف في ساحة الحرية امام المنطقة الخضراء وسط بغداد للمطالبة بحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات البنتاجون يرسل حاملة الطائرات جورج بوش الى منطقة الخليج العربي ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب تدرس اقتراحا قد يؤدي الى تصنيف الحرس الثوري الايراني كجماعة ارهابية منظمات الدولية تحذر من حدوث مجاعة كبيرة في الساحل الايمان من مدينة الموصل مع تأخر انطلاق عمليات تحريره قاسم الاعراجي اول وزير عراقي يقطع يد العائلية والمحسوبية من ان تمتد لوزارته بدر تكشف عن اجراءات الوزير ضد احد اقاربه الولايات المتحدة الامريكية تبدأ بتجديد الاجراءات على المتقدمين للحصول على تأشيرة للدخول الى اراضيها اهلا بكم الى تفاصيل حصاد تظاهر الالاف في ساحة الحرية امام المنطقة الخضراء وسط بغداد للمطالبة بحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتشكيل اخرى لا ينتمي اعضاؤها للاحزاب الحاكمة في البلاد وذلك في خطوة وصفها التيار الصدري بانها الاولى ستعقبها خطوات تصعيدية مقبلة في تظاهرة مليونية يوم السبت المقبل المتظاهرون رفعوا الاعلام العراقية ورددوا الشعارات تطالبوا بحل المفوضية العليا للانتخابات وتعديل قانون الانتخابات وتغيير الوجوه الفاسدة هذه الاحتجاجات قد تزامنت مع اجراءات الامنية مشددة فرضتها السلطات تمثلت باغلاق الشوارع التي تؤدي الى المنطقة الخضراء والتي تضم مقار الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية خشة اقتحامها من قبل المتظاهرين وتتزامن هذه التظاهرات مع الذكرى الاولى لدعوة رئيس التيار الصدري اواخر شباط 2016 الى تظاهرة حاشدة على ابواب المنطقة الخضراء التي تحولت الى اعتصامات مفتوحة استمرت لاسبوعين وبعض التظاهرات التي خرجت اليوم دعت طيار الصدري اتباعه الى الاستعداد للمشاركة بتظاهرة وصفها بالمليونية يوم السبت المقبل في العاصمة بغداد حتى تحقيق المطالب الثلاثة وهي تغيير المفوضية وقانونها والوجوه شلع قلع وعلنت اللجنة المركزية المشرفة على التظاهرات وهي تابعة لطيار الصدري ان تظاهرة السبت ستكون على ان يحدد مكانها لاحقا ويشارك فيها ابناء جميع المحافظات العراقية على ان تكون هناك تظاهرة اخرى لأهل العاصمة الجمعة في صاحة التحرير لفساح المجال لقدوم ابناء المحافظات الاخرى الى بغداد للمشاركة بالتظاهرة المليونية اذا سنتح اليوم ايضا ملف هذه التظاهرات المليونية في حصار هذا اليوم وقوم معنا مشاهد الكرام هذا واعلن مدير مكتب التيار الصدري في بغداد ابراهيم الجابري اعلن ان التظاهرات امام بوابة الفساد ما سمها بوابة الفساد او ما يعرف ببوابة المنطقة الخضراء ستستمر لحين تلبية المطالب وبعكسه سيتم رفع مستوى التظاهر الى اعتصامات المليونية واشدد محتاجون على ان تظاهرات ساحة الحرية هي بمثابة رسالة للرئاسات الثلاث بان الشعب لي يتخلى عن محاسبة المفسدين ولو طال الوقت مراسلنا ميناس السهيل وهذا التقرير جاء الموعد مفاجئا للاحتجاجات التي شهدتها ساحة الحرية القريبة من رئاسة الجمهورية وبوابة المنطقة الخضراء هي رسالة لكل الحكومة العراقية سواء الجمهورية او الرئاس الوزراء او البرلمان او غير ذلك نحن ابناء الشعب العراقي باسرار وعزيمة نذهب حيثما نذهب ضد الفساد المفسدين سواء كان في بوابات الفساد او الخضراء مسمى بالخضراء البعض يسميها بالخضراء بس نحن نقول انها بوابات الفساد نحن اعلنى مرانا وتفرارا وقلنا بعزيمة الابناء الشعب العراقي وحنكته وحبه وتآله واتحاد ابناء الشعب العراقي بكل اطياف والونف وسيف سائح ضد اليوم هذه المظاهرة الكبيرة بهذه البوابة الكبيرة نحن نقول ان الانتخابات مفوضية ليست مستقلة تقول تتدعي انها مستقلة وابناء الشعب العراقي وزفز يقول انها ليست مستقلة الالاف اختربوا من بوابة المنطقة المحصنة وهم يهتفون مطالبين بالإصلاحات في وقت أغلقت به قوات الجيش جميع منافذ المنطقة الحكومية وانتشرت قوات إضافية في محيط القصر الرئاسي من هذه المرة أنه الجديد في الأمر هو الموقع الذي اختيره للتظاهرة وهو ساحة الحرية هذا المطلب باعتبار أنه يكون قريب من الحدث ومفوضية الانتخابات والمطالب يجب أن تأخذ جديتها ويجب أن تكون تنفيذها من قبل الدولة تنفيذا جديا وتأتي هذه الاحتجاجات بعد مرور عام على اعتصامات دعا إليها زعيم تيار الصدري مقتدى الصدر داخل المنطقة الخضراء وصدعوات بتكرار الاعتصامات للضغط على البرلمان والحكومة لتنفيذ المطالب الشعبية بإصلاح حكومي شامل هذه الاحتجاجات باغتت بتوقيتها ومكانها قوات الأمن حيث يقول المحتجون أنهم سيتظاهرون من جديد في الأيام القادمة في حال عدم تلبية مطالبهم لشرقية نيوز مينازي سيهيل بغداد نبقى في الملف الأبرز لهذا اليوم إذ عطل مجلس النواب العراقي الأربعاء دوامه الرسمي تحسبا من تكرار أحداث اقتحام مبنى البرلمان من قبل أتباع تيار الصدري وأبلغت الأمانة العامة لمجلس النواب الموظفين والصحفيين بإخلاء مبنى البرلمان بسبب إغلاق الطرق المحيطة بالمنطقة الخضراء تزامنا مع التظاهرات التي دعا إليها تيار الصدري وأقل أرام الشيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب في بيان إن هيئة رئاسة البرلمان قررت إخلاء مبنى المجلس خشية اقتحامه من قبل المتظاهرين لأنها ترى بأن البرلمان هو المستهدف الأول في هذا الحراك تحت عنوان تغيير المفوضية العليا للانتخابات هذا وفيما يتعلق بالتظاهرات المليونية ردت المفوضية على لسان السيد سربس مصطفى رشيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ردت في تصريح صحفي تلقت الشرقي نيوز نسخة منه حيث قالت في هذا الرد تناقلت وسائل الإعلام أخبار المظاهرات التي انطلقت اليوم بدعوة من بعض التهارات السياسية وهذه المظاهرة تدعو إلى تغيير المفوضية ونحن نتساءل ما هو المقصود من ذلك هل هو تعديل قانون المفوضية أم هو تعديل القانون الانتخابي أم هو تغيير مجلس المفوضين الحالي أو هو إلغاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كمؤسسة بنيت حسب الدستور والقانون والإتيان بجسم انتخابي جديد نحن نقول إذا كنا نتفق أن الدستور والقانون هو الذي يؤسس لمؤسسات الدورة العراقية فالقانون رسم الطريق لذلك سواء تعديل القانون المفوضية أو القوانين الانتخابية وذلك عن طريق تقديم مشروع تعديل القوانين إلى مجلس النواب باعتباره سلطة تشريعية حسب الدستور أما إذا كان المقصول هو تغيير مجلس المفوضين الحالي فالدستور والقانون رسم الطريق لذلك وهو إما بتفعيل اللجنة المشكلة في مجلس النواب لاختيار مجلس المفوضين جديد خاصة وأنه لم يتبقى من عمر مجلسنا سوى سبعة شهور فقط أو اللجوء إلى طريق الاستجواب وهو ما قدمته إحدى أعضاء مجلس النواب أما اللجوء إلى الشارع واستنفار الجماهير بصورة تظهر وكأن المفوضية السبب في كل مشاكل البلد فهو حقيقة يضعنا أمام استفهام ومن حقنا أن نتساءل لماذا هذه الحشور في هذا التوقيت بالذات هل هو بسبب تحديد يوم الثالث عشر من سبتمبر 2017 كموعد الانتخابات مجالس المحافظات من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء إن كان هذا السبب فالمفوضية لن تكون أبدا طرفا لأي صراع سياسي قائم ونكمل مشاهدينا في رد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إذ تابعت إن كان السبب هو توجيه المفوضية نحو استحداث أسليب وإجراءات تنهي التصويت المتكرر وتحد من تشويه إرادة الناخب ونقول أيضا على كل من لديه المعلومات عن حالات فساد وعدم حيادية لماذا لم يتحرك وبقي صامتا حتى الآن بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتخابات مجالس النواب وتشكيل الحكومة أيضا إن كان هناك من لديه اعتراض على أداء البرلمان أو الحكومة فما هو ذنب المفوضية في ذلك خاصة وأن أغلب المعترضين لديهم كتل فاعلة في مجلس النواب وتأثير فاعل أيضا في الحكومة وعليه فإن التسبب في تعطيل عمل مؤسستنا خاصة وأن المفوضية تعمل بمثابرة لتنفيذ انتخابات مجالس المحافظات ليس في مصلحة المواطن العراقي ولا حتى في مصلحة المتظاهرين وقد تكون سبب في دخول العراق إلى فوضى عارمة والمفوضية لن تكون ولن ترضى أن تكون سببا في ذلك سربست مصطفى رشيد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هذا وأكد النائب في البرلمان العراقي علي البديري أكد عدم وجود أي مبرر لقيام مجلس النواب باتخاذ قرار يقضي بإخلاء مبنى المجلس على خلفية التظاهرات التي تطالبوا بتغيير مفوضية الانتخابات البديري قال في حديث لشرقي نيوز أنه كان الأجدر برئاسة البرلمان التعامل مع مطالب الشعب ودراستها بجدية وتنفيذها مؤكدا أن الفاسدين أصبح لديهم ثقة بأن هذه التظاهرات وقتية وتنتهي خلال ساعات فاجأنا بقرار هيئة الرئاسة بإخلاء مجلس النواب العراقي وأعطوا صورة خاطئة بأن التظاهرات هي عبارة عن طائرات تقوم بقصف أماكن في بغداد وهي هذه الطائرات أسلحتها موجهة لمجلس النواب العراقي واليوم يحتبرون التظاهرات هي عبارة عن مدفعية ثقيلة واليوم دقت صافرة الإنذار في مجلس النواب العراقي بأن هناك خطر إذن دعونا نبدأ الآن بفتح ملف التظاهرات المليونية المرتقبة معنا سيد جعفر المسوي نائب رئيس الهيئة السياسية للتيارة صدري سيد جعفر المسوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم لدينا تساؤلات كثيرة التساؤلات هذه من الشارع العراقي يعني من الجمهور الكريم الذي ينتمي وربما يعني يعطي صوته أو ينتمي مع كتل سياسية مختلفة وعدة يعني اليوم يعني أنتم في هذا البيان بيان التظاهرات وكأنه بيان رقم واحد في ثورة انطلقت وهذا كأنه بيان رقم واحد ها هو الشعب قال اطلق شرارة الثورة على من قتلوا شبابنا واستحيوا نساءنا وسرقوا ثرواتنا وباعوا أرضنا يعني استحيوا نساءنا هل تقصدون من بهذا البيان كيف تصورون وكأنما الثورة فعلا هي آتية فعلا هي موجودة يعني حقيقة بيان رقم واحد يعتبر بيان رقم واحد هل أطلقتم البيان رقم واحد أو ماذا تحديدا يعني بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لحضرتك وتحية لحضرتكم وللمشاهدي الشرقية نيوز الكرام يعني احنا بس ردي نقول شيء واحد بأنه حتى الذين هم على باطل والذين لهم مصالح في أمر ما بالتأكيد سوف يدافعون حتى الرمق الأخير عن مصالحهم ويخلقون الأعذار وكثير من المبررات من أجل خداع الجمهور وأعتقد بأنه حضرت قلة بيان رقم واحد للجنة المكلفة التنسيقية المكلفة في إدارة الاحتجاجات ولكن يعني أعتقد بأنه أنا منتظر منك رح أجاوب حضرتك ومنتظر من حضرتك بأنه أيضا تعلق لي على البيان رقم واحد اللي الأخ سربس رئيس مجلس المفوضين أيضا تليتها على المشاهدين فبالتالي بأنه نعم هذه هي ثورة الإصلاح عراقية وليست صدرية وكما تعلمون ويعلم الجميع بأنه قد شارك في هذه التظاهرات والتظاهرات السابقة والتظاهرات القادمة والاحتجاجات القادمة من التيار المدني ومن منظمات المجتمع المدني ومن التيار الصدري باعتبار هذه الشريحة الواسعة المظلومة التي دائما أخذت على عاتقها أن تدافع عن جميع حقوق العراقيين وليس فقط عن حقوق التيار الصدري فأعتقد بأنه المفوضية اليوم المفوضية تحصيل حاصل لا بد أن تتغير لأنه هذا المطلب مطلب شعبي جماهيري وكذلك مطلب سياسي كثير من الكتل السياسية أيدت وكانت تعاني وعبر قنواتكم أيضا وقناتكم الفضائية المحترمة ظهروا كثير من السياسيين تابعين لكتل سياسية مختلفة طالبت بأنه أن تغير هذه المفوضية وعانت ما عانت منذ ظهور النتائج الانتقابات وحتى اليوم إذن هو مطلب شعبي مطلب سياسي ويوم أمس السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي تمنى أن تكون المفوضية القادمة مفوضية فعلا مستقلة وهذا بمفهوم الحديث معنى هو إقرار بأنه المفوضية غير مستقلة وأنا أتحدى أي كتلة سياسية بأن تقول المفوضية الانتخابات مستقلة فكيف مستقلة وفيها تسعة مفوضين تابعين لكتل سياسية هذا موضوع موضوع آخر مجلس النواب أعتقد بأنه يعطي عطلة اليوم أيضا ليخلق مبررات هو ضد الشارع وبالعكس المفروض هو يقف مع جماهير المتظاهرة لأنه هذا هو بيت الشعب وهم ممثلين للشعب بدلا من أن يصدر السيد الناعب الثاني لرئيس مجلس النواب هذا البيان في صفحته أو في موقع معين كان عليه بأنه يسند المظاهرات ويدعم المظاهرات ويدعم الإصلاح بكل نتائجه ويعطي تضمين للمظاهرين بأنه نعم نحن بصدد تغيير المفوضية أخي العزيز هناك تسويف في تغيير المفوضية المفوضين هناك تسويف من قبل بعض الكتل السياسية تسعى أن يتبقى هذه المفوضية وأن يكون هناك تمديد لعمل المفوضية وإلا أسألك بالله بموجب أرقام وتاريخ يعني عندما تحدد الانتخابات مجالس المحافظات القادمة يوم عشرين تسعة يوم ستعش تسعة أو خمس تعش تسعة وانتهاء صلاحية المفوضين يوم عشرين تسعة يعني خمسة أيام الطعون وكذا فلابد أن يكون هناك تمديد لعمل المفوضين والمفوضية وبالتالي هذا اللف الدوران على الشعب العراقي من قبل بعض الكتل السياسية ومن قبل شخصيات سياسية لا ينطلي على الشعب العراقي ولابد من تغيير المفوضية لأنه هذا أصبح مطلب شعبي وسياسي وحكومي طيب سيد جعفر نحن لن نعلق فقط على بيان المفوضية الذي أصدره رئيس المفوضية سربست مصطفى رشيد بل سنسأل في تفاصيله يعني أنت تتحدث وكأنك تختزل كل مشاكل العراق في المفوضية حقيقة هذا التصريح الصحفي يطرح العديد من التساؤلات المنطقية ولعلي سأوجه لك واحدة منها إذا كان لديكم معلومات عن حالات فساد وعدم حيادية لماذا لم يتحرك أحد منذ ثلاث سنوات منذ انتخاب مجلس النواب والحكومة وتتحدثون الآن أيضا إذا كان لديكم اعتراض على أداء الحكومة أو البرلمان فما دخل المفوضية بذلك؟ نعم أختي العزيزة عمل المفوضية الانتخابات هو عمل موسمي في موسم الانتخابات ليس لدينا يوميا انتخابات أو كل أسبوع أو كل شهر ولهذا عندما أكملت انتخابات مجالس المحافظات للدورة السابقة وكذلك انتخاب المجلس التشريعي البرلماني للدورة السابقة توقف عمل المفوضية بعد انتهاء طعون وصدور اللي يصعدوا إلى البرلمان وإلى مجالس المحافظات اليوم نحن نستقبل وبعد أشهر هناك انتخابات بمعنى لا بد أن نستعد قبل إجراء هذه الانتخابات أن نستعد إلى تغيير المفوضية وبالتالي فسكوتنا هذا لا يعني بأنه رضا وسكوت الآخرين لا يعني بأنه رضا على عمل المفوضية لاحظت تأشير كثير من السلبيات على المفوضية عندما يظهر أحد الأخوة المفوضين في المفوضية ويقول نحن عاقبنا آلاف الموظفين في المفوضية لتلاعبهم ببعض الأرقام وحولنا إلى المحاكم أكثر من 3200 هذه عبر الفضائيات إذا نسمعه وحضرتكم نسمعه أكثر من 3200 موظف في المفوضية حناهم إلى القضاء لأنهم تلاعبوا بيعني أنا ما أعرف يعني هل المفوضية هي عاجزة عن هي مسؤولة طبعا الرأس المفوضين هم رأس مسؤولين عن كل موظف في المفوضية وبالتالي عندما يكون هناك خلل فالخلل يعود إلى رأس المفوضين هم القيادة للمفوضية الإدارة العامة للمفوضية فبالتالي أعتقد هذه الأمور عندما تطرح فهذا من لسانهم يعني هذا مو إحنا جايبين وإحنا ننظيف عليهم من لسانهم ألاحظوا بالقنوات الفضائية كلامهم هذا وزيلا أنت مسكت للتالاف ومئتين موظف يتلاعب وحلتوهم إلى القضاء وتم معاقبة الآلاف يوم أمس أحد المفوضين يقول تم معاقبة الآلاف من الموظفين لأنه أخل بعمل المفوضية في أيام الانتخابات يعني أنا ما أعرفي هذه المفوضية يعني ما أحترامي لهم يعني هل يجوز هذا العمل زيلا إحنا من نسمع والشارع من يسمع المواطن من يسمع بهذه الأعداد المهولة يعني ما أعرفوا تتعرفون إذا واحد عنده مليون صوت من الكتل السياسية أو كتلة عنده مليون إذا طار صفر من هذا المليون شوف النتائج إيش قد راح تتغير يعني إذن يعني اليوم المواطن فقد الثقة بهذه المفوضية لأنه يعلم مسبقا بأنه إذا بهالشكل هذا التلاعب والوضع هذا وهذا العدد المهول من الموظفين يتلاعبون بهالصوات العراقيين أعتقد بأنه واحد لا يجي للانتخابات ولا يروح يقعد بيته وما يشارك لأنه صوته راح يضيع والبارحة دكتور العبادي نعم سيد جعفر المسوي طيب طبعا للمفوضية حق الرد وحق الرد مكفول دوما لمفوضية العليا المستقل للانتخابات وسيد سربس مصطفى رشيد أيضا له حق الرد دعني نتحدث في البيان رقم واحدة وفي البيان الصادر منكم يعني أنتم في التيار الصدري ما دمت أنت نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري يعني لحدنا لم تقل منهم الذين استحيوا نساءنا أنت كنت تقصد داعش يعني الناس يقول لكم صباح الخير داعش صارنا سنتين ونصن حاربهم ما يحتاج هسا الآن الملايين تطلع بالتظاهرات أن كنت تقصد من السياسيين الآن نرجو أن تطلعنا عليهم هذه واحد ثانيا لا تعتبر أن هذا البيان الداعي للتظاهرات بيان استفزازي هجومي واستفزازي وتحريضي يعني مثلا ها هم أبناء الرافدين أبناء دجلة والفرات قد رفضوا الخنوع لمن لا أصل لهم ومنهم جاءوا من خلف الحدود طيب ما أنتم كنتم معهم يعني هذه السنوات كلها أنتم مع هؤلاء إن كنت تقصد طبقة سياسية ثم في بيان في سطر آخر فاليوم سياسي والصدفة لا يمثلون الشعب على الإطلاق طيب أنتم أيضا كنتم معهم طيب السؤال الآخر المفوضية سميتموها في البيانة المفوضية البائسة التي لو لاها لما تسلط علينا هؤلاء الظالمون أنتم جئتم أيضا من خلال المفوضية التي سميتموها البائسة وقلتم لو لاها لما تسلط علينا من باع الأنبار والموصل والخور هذا أن لم يكن قد باع الإعراق كله هنا ربما تقصدون شخصية واحدة ربما كان رئيس الوزراء سابق يعني ألا تعتقد بأنه هجومي استفزازي تحريضي هذه الألفاظ هذه المصطلحات لماذا يعني هكذا ورد البيان بهذه الصيغة نرجو أن تطلع الشعب العراقي على الحقيقة تفضل سيد جعفر الموسوي أشكرك أشكرك أنا جعفر الموسوي نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري والمتحدث الرسمي باسم الزعيم العراقي السيد مقتدى الصدر هذا البيان لم يعده تعده الهيئة السياسية ولا كتلة الأحرار وإنما أعدته أرجوك لاحظ في أسفل الورقة إذا كانت الورقة مستخرجة تماماً شوف منه هذا اللي أعدها اللي أعدتها اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات فأنا لست بمتحدث عن هذه اللجنة أعتقد واضح أسمحني أتدخل الآن أنتم الآن تجيرون التظاهرات للتيار الصدري إلا إذا قلت أن هذا البيان لا يتبع بقريب للتيار الصدري كي لا يخرج الناس تظاهرات مليونية من خلال هذا البيان وتجير للتيار الصدري إن قلت هذا البيان ليس للتيار الصدري علاقة به خلاص إذا الناس لا تستمع لهذا البيان ولا تخرج إلى التظاهرات المليونية إنها ليست تابعة للتيار الصدري سؤالي هل هذا البيان الذي بين يدي والذي تلوت منه بعض الأسطر هنا قرأت منه بعض السطور هل هذا يمثل رأي التيار الصدري نعم لا من التيار الصدري نعم لا كي يعرف الناس حتى ما يطلعون تظاهرات أعتقد جوابي كان واضح ومع ذلك سأوضح أكثر شكرا هناك لجنة شكر لله هناك لجنة مكلفة على الإشراف على الاحتجاجات وهذه لجنة مشتركة من التيار الصدري ومن التيار المدني وأنا لا أعرف وليس لي علم من هو أعد هذا البيان وأنا لست متحدثا عنهم لأنه عمل شيء وعملهم شيء آخر ونحن مؤسسات فلا أستطيع أن أرد نيابة عنهم ومن حقكم أن تستضيفوا أحد أعضاء اللجنة وسيوضح لكم لأنه أنا ليس لي علم بهذا البيان طيب سيد جعفر سؤالي الآن عن التظاهرات لماذا هذه الخطوة المبكرة والإعلان للتظاهرات وحل المفوضية قبل أن يناقش البرلمان هذه التفاصيل ترجمة نانسي قنع ولكن نحن نعترض على عمل هذه اللجنة أيضا لأنه أيضا ستختار من السياسيين وبدلنا المفوضين الآن العاملين الموجودين والتابعين لكتل سياسية بمفوضين آخرين أيضا تابعين لكتل سياسية فهي ليس الموضوع تغيير الوجوه وإنما الموضوع نحن نريد مفوضية مستقلة مستقلة فعلا مستقلة فهذا عمل اليوم حتى عمل مجلس النواب بعد الضغط وبعد التسويف منهم كثيرا حتى في هذه سوفة وحتى في سبيل شنو حتى في سبيل تبقى المفوضية الحالية على حالها وما تتغير وبعد هناك كتل كبيرة تريد أن تمدد للمفوضية الموجودة العمل فأعتقد بأنه هو هذا الموضوع يعني إحنا ما نريد تغيير الوجوه وإنما نريد ناس مستقلين يحافظون على الأمانة وغير مطعونين من قبل الشعب العراقي اليوم العزوف في الانتخابات السابقة عزوف كبير جدا من أبناء الشعب العراقي يعني المفوضية اليوم علنت بأنه هناك عزوف عن تحديث البيانات بحدود عشر مليون مواطن عشر مليون من الثلاثين يعني ثلث الناخبين هم أصلا ناوين ما راح يجوون ومو كل من حدث بياناته أيضا راح يجي فهناك عزوف أختي العزيزة وبالتالي لا بد من تغيير المفوضية لعادة الثقة تغيير المفوضية بمفوضين مستقلين وعندما تغيير المفوضية وتنعيد الثقة للناخب بالمفوضية بأن صوتها سيكون في موضع أمين ولا تستطيع الكتل السياسية بالضغط على هؤلاء المستقلين أقول بالضغط على هؤلاء المستقلين اللي هم يمثلون المفوضين المستقلين الجدد وبالتالي يحافظوا على أصوات الناخبين وتكون هناك ثقة مجددة من قبل المواطن وبالتالي يكون العزوف إن لم ينتهي فهو يكون قليل جدا وبالتالي تكون هناك ثقة بالعملية السياسية إضافة إلى أنه يعني مثل ما تعرفون بأنه حتى تظاهرات اليوم هي كانت لمطلب تغيير المفوضية وتغيير قانون الانتخابات وهذا يعني حقيقة حتى ندارك الوقت للانتخابات القادمة ويكون هناك وقت ومتسع من الوقت لتغيير الإجراء الانتخابات إضافة إلى يعني هذا هو مطلب هو باية من سلم الأصلاح يعني هناك مطالب كثيرة بأنه يعني الأصلاح شامل وعام وبالتالي فإحنا ما نحصر فقط في المفوضية وإنما المفوضية هي التي تخرج لنا هي جامعة الجامعة التي تخرج لنا بموجب أصوات المواطنين والشعب تخرج لنا القادة السياسيين في البرلمان وفي الحكومة سيد جعفر ولكن هناك من القول أنه لا حاجة لتظاهرات مليونية لأن تغيير المفوضية وتغيير القانون هو أصل مطلع في البرلمان وسيتم تغييرهما حتما يعني في خلال البرلمان ثانيا أنتم قلتم بالمفوضية فاسدة من المفوضية يعني يجب أن تتغير والمفوضية تستحلث أساليب وإجراءات تنهي التصويت المتكرر ربما يمسكم في التيار الصدري هذا التصويت المتكرر يعني وتحل من تشويه رات التناخب إضافة لذلك المفوضية التي نسبتم إليها الفساد يعني هناك مفوضون من التيار الصدري من قبل المفوضين وهناك حوالي 40% من مجلس المفوضين من التيار الصدري 40% حسب المعلومات هناك خمس مدراء عامون من التيار الصدري أيضا والمفوضية قامت بإصلاحات بطر 3300 شخصا حاولوا التلاعب في داخل المفوضية ولكن هؤلاء رجعوا مرة أخرى بقانون العفو يعني من أصل 300 ألف واحد فصلتهم المفوضية وقامت بإصلاحات ولكن عادوا مرة أخرى بسبب قانون العفو الذي دافعتم عنهم أنتم في التيار الصدري أيضا فبماذا ترد لو سمحت تفضل؟ أعتقد بأنه الآن لو تراجع أسئلة حضرتك بأنه قد ناقضت من خلال أسئلة حضرتك ناقضت نفسك بنفسك يعني أنت عندما تقول بأن لديكم كذا ولديكم مفوض ولديكم مدراع من أي بمعنى نحن وفق كلامك بأنه نحن لسنا بمفلشين في المفوضية وبالتالي علينا أن نحافظ على هذه المفوضية الموجودة وبالتالي بأنه إذن لدينا مصلحة بأن لا تتغير هذه المفوضية وفق المعطيات التي أمام حضرتك والتي قريتها فبالتالي ما هو السبب الذي يدفعنا كتيار صدري ككتلة أحرار بأنه نطالب بتغير المفوضية هذا أيضا أرد لك بسؤال أستاذ العزيز نعم السيد جحفر الموسوي نائب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري شكرا جزيلا على وجودك معنا ومشاركتك معنا في هذا الحصائل سيد جحفر الموسوي شكرا إلى ملف آخر في هذا الحصاد إذ ناقش برنامج بالحرف الواحد الذي يقدمه أحمد ملا طلال ناقش موضوع عودة تظاهرة الصدريين إلى الشرع وهل ما إذا كانت تشكل عاملة ضغطا باتجاه المضي في طريق الإصلاح أم تعطيل مؤسسة الدولة اختيار شلون أختار الآن؟ أنا الآن راح أجي أختار كلهم من التيار الصدري كلهم على نظرية التكنقراط اللي أجونا عديمين اللون والرائحة والطعام أنا أطوني خيار حتى أمشي أو لا أضيع وقت نحن نقول الوقت الآن بقى عندنا ست شر للمفوضية وباقي عندنا سنة لانتخابات البرلمان اللي هي مهمة جدا وكما ذكر أستاذ جبار قد نصل إلى الجمع بين الانتخابات أنا أريد أطلع أنا جاي أدعو الأخوة السيد عباس والساد جبار أنا أريد أطلع من الفوضية ما أريد أتمثل بها حزبيا جاي أطرح آلية جديدة طرح سماحة السيد بمشروع الإصلاح الانتخابات إنه جزء من البرلمان هذه اللجنة لجنة الخبراء اللي مشكلة من البرلمان العراقي وجزء من منظمات مجتمع مدني كم إشراف حتى الممتحدة ليش متخوفي عن الممتحدة أنا ما جاي أقول للمممتحدة دير العملية الانتخابية أنا أقول لغمان شفافية مشرفة على اختيار المفوضي اختيار مع اللجنة البرلمانية مع منظمات المجتمع المدني مع منظمات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني مع إشراف الممتحدة مع وجود قضاة مشرفين قد نضمن بوصول ناس لا ينتمون إلى أي حزب أنا جاي أطرح هذا الشيء أنا لا أريد أتمثل لا بالمفوضية ولا بالحكومة سماحة السيد طرح إنه الكتلة الصدرية تتخلى عن كل مناصبها تعالوا يا أخوان وعيدها للألف مرة تعالوا نتخلى عن كل مناصبنا الموجودة بالحكومة العربية ونجيبهم مكانهم تكنقرات لا لون ولا طعم ولا رائحة مثل ما لا يعني هو السيد عباس ما أعرف وشوكة شمهم وشوكة ما أعرف يعني هو بعيد عنه فهنا لازم نلقينا آلية سيد أحمد لازم نلقي آلية نصاعد ناس ما مرتبطين بأي حزب هذا المطلوب إنه أرجع إلى لجنة خبراء وهي ممثلة من كل الكتل فما يعني رجوع لنقصة صفر أنت ابن عرب أنت ابن عرب وهي مردودة عليك هاي ما لشمهم عيب هاي هي أنا سيئ تنسحب سيد يلا نشوف من العرب سحبها من العرب ما طول قلت ابن عرب تنسح والله سيد أحمد إذا ردنا أن نتفق على الدستور الدستور هو الذي أعطى الحق للبرلمان العراقي باختيار المفوضين أما إذا رد نجي انقلاب بالعملية السياسية هذا موضوع آخر الدستور أشار إلى أن المفوضية الانتخابات يتم اختيارها من خلال البرلمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس عقب لي موضوع الانقلاب لا لا عفوا الانقلاب شنو مش تقصد بانقلاب هل يسعى السيد مقتل الصدر وجمهورة للسيطرة على الدولة العراقية هيتش فهمني هذا قصدك لا 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 أنا أتصور هو صراع وحراك سياسي الآن الأخوة كتلة الأحرار عددهم الثلاثين لا يستطيعون أن يسيطرون على البرلمان يحاولون من خلال تغيير المفوضية أو تحجيم المفوضية أن يكون لهم دور أكبر في هذا العمل السياء البرلمان هذا مختصر القضية لا لا أحد يستطيع أن يعمل انقلاب سياسي في العراق ولا انقلاب عسكري ولا انقلاب أمني ولكن كل الحراك للضغط على البرلمان يجيبوننا وزراء مشوهين مثل وزراء التكنقراط الآن نفس الشيء إذا بقى هذا الموضوع موجود راح يجيبوننا مفوضين مشوهين مثل بعض الوزراء شفتهم وشوهين شفتهم لا يقول لك هاي من عرب شفتهم لا التكنقراط الحزبيين شنو لا لا سيد عباس شفتهم وشوهين لهم مسحبها يعني يعني التشويه بالفعل بالأفعال وليس التشويه بالأشكال لأننا نحترم البشر نحترم الإنسان والحيوان زي يعني تنظير للمحاصصة حقيقة تنظير للمحاصصة تنظير للمحاصصة اللي يرفضها كل الشعب العراقي فانتغن ترسل حاملة الطائرات جوش بوش لمنطقة الخليج العربي وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترام تدرس اقتراحا قد يؤدي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية منظمات دولية تحذر من حدوث مجاعة كبيرة في الساحل الأيمن من مدينة الموصل مع تأخر انطلاق عمليات التحرير أعلن رئيس هيئة الحجد الشعبي فالح الفياض أن فصائل الحجد ستمسك إلى جانب القوات الأمنية الأخرى الأراضي الحلودية القريبة من سوريا وقال الفياض في بيان أن الحجد قطع الطريق الرابط بين الموصل والرقة تماما حذرت منظمات دولية من حدوث مجاعة كبيرة في الساحل الأيمن من مدينة الموصل مع تأخر انطلاق عمليات التحرير وفدت تقارير بيدانية بأن الأهالي المحاصرين داخل أحياء الساحل الغربي للموصل يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة للغاية في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية بسبب أحكام تنظيم داعش حصاره على هذا الجانب من المدينة وعدم استماح بدخول أي مواد إنسانية للمدنيين وشارت منظمات دولية إلى أن الإجراءات التعصفية لعناصر داعش ضد المدنيين المحاصرين قد تنجم عنها كارثة إنسانية كبيرة في غضون ذلك أعلنت قيادة عمليات نينوى أن الاستعدادات لتحرير الساحل الأيمن من الموصل جاهزة وأن القطعات العسكرية بانتظار أوامر القائد العام للقوات المسلحة لبدء عمليات التحرير في هذه الأثناء أبدأ قائد القوات الجوية الأمريكية الجنرال ديفيد غولفين حذرا شديدا حيال إمكان زيادة عالد الغارات التي تسهدف تنظيم داعش في العلاق والسورية تجاوبا مع رغبة الرئيس دونالد ترامب في تكثيف الحملة على التنظيمات الإرهابية وقال الجنرال غولفين أمام صحفيين قال أن القصف الجوي ينبغي أن يكون منسجما مع تقدم القوات على الأرض ومع الجهود السياسية لتأمين مصير السكان في المنطقة محذرا من أي استهتار بالضوابط عند تحديد الأهداف المطلوب قصفها تجنبا لسقوط مزيد من الضحايا المدنيين وأكد أن المكاسب القصيرة المدى التي يمكن تحقيقها عبر زيارة عدد القنابل التي يتم إلقاؤها يمكن أن تكون محذورة بالنظر إلى الكلفة البعيدة المدى المتمثلة في الدمار الكبير في المناطق المستهدفة وللحديث مشاهدين عن التطورات الميدانية والمستجدات في الموصل ينضم إلينا السيد هشام الهشمي المحلل والخبير الاستراتيجي مساء الخير سيد هشام سأبدأ من تغريدات قرأتها لك على تويتر قبل هذا الحصاد تتزامن أيضا مع تحذيرات دولية من حدوث مجاعات مخيفة في الساحل الأيمن بسبب تأخر عمليات التحرير ضعنا في التفاصيل أكثر ما الذي يجري في الساحل الأيمن ومتى يمكن أن تبدأ عملية التحرير من وشهة نظرك حقيقة مبدئا منذ ما يقارب أربعة شهور والساحل الأيمن يعاني من حصار معقد ابتداء من القوات الأمنية المحررة وأخرى من القوات تنظيم داعش داخل أحياء الساحل الأيمن هناك نقص كبير في المواد الغذائية بعض المواد الغذائية التي تظهر في صور مصادر هذا التنظيم مثل أعماق وغيرها من وكالات الخاصة بهذه الجماعة الإرهابية تظهر هناك بعض الزروع وبعض المواد الغذائية الرئيسية لكن هذه منفعتها تصيب فقط من لديه مال وهذا منذ عامين قطعة الرواتب وكثير من أهالي الساحل الأيمن لا يمتلكون المال وكلفة هذه المواد الغذائية مضاعفة إلى أضعاف كثيرة لا تستطيع العائلة التي لديها الكثير من الأولاد أو الكثير من الأطفال أن تأتي بقوت يومها البطاطا فقط هي التي يقطات عليها معظم أهالي الموصل وأثمانها غالية جدا لا يمتلكون الحنطة ولا الزيت حتى مياه الشرب في دراسة دقيقة لبعض المختصين يرى أن مياه الآبار الآن هي مياه ملوثة بالمياه الثقيلة والمياه الآسنة كون أن المنطقة التي تحفر فيها الآبار تحتاج إلى سبع متر حتى ممكن استنقاذ المياه الصالحة للشرب والمياه الآسنة الآن بدأت توازي نسبة هذه المياه الصالحة للشرب وبالتالي كثير من الأمراض الجلدية أيضا هذه المياه فيها النسبة عالية من الكبريت كون أن أرض الموصل معروفة بهذا الخزين من هذه المادة تساقط للشعر أيضا أمراض مختلفة في الجهاز الهضمي والجهاز البولي كل ذلك نكد على المواطن وهو لا يصبره إلا قرب وأمله في قرب موعد التحرير الذي أعلن عنه السيد العبادي حينما في خطابه الأخير أنه سوف يكون قريبا ليس بعيدا الاستعدادات والجهوزية كاملة بالنسبة للقوات المشتركة جهاز مكافحة الإرهاب والقوات النخبوية في الشرطة الاتحادية الرد السريع بالإضافة إلى وصول الجسور العائمة في المكان المناسب الذي من عنده تبدأ العمليات ربما بعض الترتيبات اللوجستية حتى قوات التحالف كمتابع لبياناتهم التي تصدر بشكل دوري إنهم وقفوا عمليات القصف حتى القصف النقطي في بعض أحياء الساحل الأيمن وبدأوا يقصفون تلك الأحياء التي هي في أطراف الساحل الأيمن مثل منطقة حاول كنيسة، وادي حجر، البوسيف، المعسكر، المطار إذن يبتعدون حتى في القصف النقطي لأحياء كونها مكتظة بالسكان وكونها قديمة وبالتالي ليس من المصلحة العسكرية استهداف هذه المناطق بقنابل وإن كانت ذكية ودقيقة لكنها سوف تؤدي إلى وقوع أخطاء غير مقصودة في أرواح المواطنين الذين هم في سجن ومخطوفين بيد هذا التنظيم المتطرب سيد هشام الهاشمي أنت كمحلل استراتيجي وخاصة ركزت بصورة كبيرة ومكثفة على معركة تحرير الموصل منذ البداية الآن أمامك معطيات أنت تستقل الأخبار هنا وهناك وتتابع الأخبار والتطورات هذه الأخبار ويعني تعمل على تحليل المعطيات الموجودة أو الديتا البيانات التي تكون لديك من خلال هذه المعطيات من خلال هذا التحليل ما المخاوف والمحاذير التي توصلت إليها بما يخص عملية تحرير الجانب الأيمي من الموصل حقيقة ما يخيفنا هو وجود قرابة 750 ألف إلى 800 ألف إنسان كلهم متواجدين في تلك الأحياء التي لا تستطيع الدروع أن تتحرك بها ولا المدفعية أن تستهدفها بعمليات قصف سواء كان مركز أو كان نقطي أيضا الطائرات حيدت بشكل كامل قاصفات الأمريكية البيت 52 وغيرها منذ ما يقارب أسبوعين حيدت في استهداف هذا العدو أيضا العدو استفاد من خسارته وهزيمته في الساحل الأيسر وبحسب تقارير الداخل هو استعد لتلك المفاجآت والتكتيكات التي استخدمتها القوات المحررة خاصة النخبوية جهاز مكافحة الأرهاب والرد السريع بالتالي ما لم تأتي هذه القوات بمفاجآت لم يستعد لها العدو سوف تكون المعركة سيئة ومعقدة خاصة بالنسبة للمواطنين هناك أفكار طرحت في اليومين الماضيين على الحكومة العراقية وعلى المنظمات الدولية هذه الأفكار تقول بضرورة إنزال مواد إغاثية غذائية صحية للمواطنين عبر عمليات إنزال جوي هناك بعض الملاحظات يقول سوف تتسلط عليها داعش نقول أرسلوا لهم ما ينفع الأولاد والأطفال يحتاجون إلى الحليب يحتاجون إلى الأدوية ليس أقل من 150 ألف إلى 160 ألف طفل من مجموع السكان الموجودين هؤلاء يعانون من أمراض ويعانون من حالة نقص غذاء وهناك معدل يوميا من ثلاثة إلى خمسة حالات وفاة بسبب نقص الغذاء من هؤلاء الأطفال إذا كانت بحسب التقارير الأمريكية التي تشير أن ربما عملية إنهاء معركة الموصل بشكل كامل تحتاج إلى ستة شهور بحسب التقاريرات الأمريكية هذا يعني أننا حكمنا على أهالي وأطفال الساحل الأيمن بالموت في هذه الفترة هم الآن يعانون معاناة وصلت إلى حد أنهم لا يطيقون أن يستمروا طويلا في هذه الفترة التي حددتها الولايات المتحدة الأمريكية نعم طيب ولكن يبدو أن هناك مشكلة أكبر وهو موضوع السلاح الكيماوي يعني في تغريدة ثانية لك تحدثت عن هذا الموضوع بأن داعش حصلت على هذا السلاح رغم أن التقارير يعني الدولية تتحدث بالغالب عن غاز الخردل وضح لنا ما هي المعلومات التي بحوزاتك بحسب تلك المواد التي تم فحصها من قبل مختبرات بريطانية وفرنسية التي وجدت في مختبرات جامعة الموصل وجدت هناك عينات تم التحقق منها أنها عبارة عن خام عنصر الخردل وليس غاز الخردل دليل على أن هذا التنظيم يمتلك هذا الخام لهذا العنصر وحاول في هذه المختبرات أن يحوله من الحالة العنصر إلى حالة الغازية التي هي تكون سلاح قذر وسمي بالنسبة للعمليات لكن التقارير تشير إلى أن هذا كمادة خامة لا يسبب عمليات الاختناق أو عمليات الحالات العصبية التي تسبب الموت إذا استعمل يسبب حالة من الحساسية الجلدية أو يسبب نوع من أنواع الأمراض الجلدية التي لا تسبب الموت أو لا تتطور إلى أبعد من ذلك إذن هذا التنظيم لديه محاولات وأيضا الغرب هو يتخوف كثيرا أنه ربما ينجح هذا التنظيم المتطرف لكن بحسب من أعتقل من هذا التنظيم وهم مختص في التطوير الكيميائي المدعو أبو داود العفري سلمان داود وهم اعتقل في أربيل حاليا في اعترافاته أنهم لا يمتلكون المواد المختبرية الكاملة لعملية تطوير هذه المادة الخامة إلى حالة تعرف بحالة الغاز الخردل هو يستعمل كثيرا الكلور وستعملها ضد قوات البيش مرقة في مناطق الخازر في منطقة الزمار في منطقة أكسي موصل لكنها كل هذه المحاولات لم تسبب الموت سببت بعض الأمراض في الجهاز التنفسي أو بعض الأمراض الجلدية بالتالي إذن التنظيم لا يمتلك مواد كيميائية أو سمية أو قنبلة قادرة يستطيع أن يهدد فيها القوات المحررة طيب سيد هشام الهاشميني هل تعتقد بأن معركة التحرير الجانب الأيما من الموصل ستكون معركة تقليدية مجرد وقت لإنهاء هذه المدينة من تحت ظلم وسيطرة داعش الإرهابي أو أن هناك ربما عنصر المفاجأة سيكون حاضراً في معركة الجانب الأيمن وأين سيكون حاضراً تحديداً إن كان سيحضر هذا العنصر عنصر المفاجأة دقيقة مسرح العمليات بحسب تصريحات قيادات في جهاز مكافعة الإرهاب أكتمل وتم توزيع الأدوار على الصنوف التي سوف تشارك في عملية التحرير من القوات النخبوية مكافعة الإرهاب والرد السريع أيضاً هناك تسريبات إن هناك بعض الأسلحة التخصصية وهي المختصة بالقتال الليلي تم إصادة هذه القوات النخبوية ربما سوف تكون هذه المفاجأة فضلاً على أنها حددت لأول مرة ستة منافذ لاستنقاذ ما يمكن استنقاذها من المواطنين خلال عمليات التحرير وبالتالي أظن أن استعدادات القوات المحررة هي أكبر من استعداداتها في معركة الساحل الأيسر أيضاً هي خبرت وفهمت كل تكتيكات العدو اليوم العدو أبلغ أسلحته وأكثر تأثيراً هي تلك طائرات الدرامز المفخخة أو تلك الطائرات التي تربي قنبلة أو قنبلتين بشكل عشوائي على المناطق المحررة في الساحل الأيسر غير ذلك لا أظن هو يمتلك ذلك العدد الكبير من الانتحارين هو فقد القدرة على العمليات الانتحارية المكثفة في بداية الشهر الأول من عمليات قادمونيا نيلة والمرحلة الأولى كان ينفذ بمعدل 25 إلى 30 عملية يومياً لكن في المرحلة الثانية في أواخر عمليات قادمونيا نيلة كان لا يستطيع أن ينفذ أكثر من واحدة إلى ثلاث عمليات انتحارية أظن ما ادخره للساحل الأيمن هو أقل من ذلك بكثير سوف يعتمد على القنص عمليات المناورة أيضاً فتح البيوت بعضها على بعض وسوف ينابر بعمليات قتال من بيت إلى آخر بدل من قتال الشوارع ومفارق الطريق السيد هشام الهاشمي الكاتب المحلل الاستراتيجي شكراً جزيلاً على مشاركتك معنا في حصاد هذه الليلة شكراً نبقى في ملف الموصل إذ أظهرت صور أورادتها رويترز حجم الدمار الذي حل بمناطق سهلين وبعد أن أقدم داعش على تدمير وحرق المنازل والمحال التجارية ودعا سكان من مدينة قرقوش المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الأقليات وإعمار ما دمره الإرهاب وقالوا أن المدينة أصبحت خراباً بعد أن سيطر عليها داعش عام 2014 مشددين على ضرورة أن يكون الإصلاح من داخل الإنسان وليس فقط إصلاح المباني المدمرة هذه طبعاً مظاهر خارجية الكتابات والهاي على الحيطان مظاهر خارجية بتنمحوا بسرعة هو صبغ بتخلي بويا وكذا بيروح لكن من الجوة لازم إحنا نسوي إصلاح للإنسان إصلاح للفكر فكر الإنسان شنون نخلي مقابلنا يحبنا وإحنا نحبه أن لا تتكرر هذه الحالة مرة أخرى على المجتمع الدولي أن يفكر في أن الأقليات التي تسكن هنا والتي هي أقليات أصيلة في هذا المجتمع وهي التي بنت حضارة هذا البلد عليهم أن يفكروا بشكل جدي أن يفعلوا شيئاً تجاه هذا الشعب هذا الشعب اللي عمره ستة آلاف سنة دخلت حملات أيضاً خلوها أجمل التي انبرى لها أكثر من 150 متطوع من شباب الموصل أسبوعها الثالث لتشمل شوارع وأحياء جديدة محررة على الساحة الأيسر وتشمل حملة رفع المخلفات الحربية وشعارات تنظيم داعش وجمع النفايات وتجميل الأحياء انطلقت أول مرة من مستشفى صغير أو صغير لتشمل أكبر عدد ممكن من الأحياء مفدنا نهض الزيدي أعد هذا التقرير حول هذه الحملة في الموصل الإصرار الكبير من شباب الموصل على إظهار مناطقهم المحررة بوجه يوحي للفرح والأمل بعد الدمار الذي تعرضت له على خلفية الحرب ضد تنظيم داعش دفع بالعديد منهم لتنظيم حملة مستقلة تحمل شعار خلوها أجمل لرفع الأنقاض وإزالة شعارات داعش من الجدران وإظهار معالم الموصل الحملة تنظمت بجهود ذاتية من غير أن تحظى بأي دعم حكومي الحملة انطلقت من تاريخ 26 واحد داخل مدينة الموصل وتحديدا في الساحل الأيسر وبدأت بداية في مستشفى الخنساء ثم انطلقت إلى شارع الزهور وابتدعنا بعملية التنظيف من دورة حاملة الجرار باتجاه مجمع عزيز فتحي الغاية من الحملة هو إزالة شعارات داعش ورسم صورة أجمل للمدينة نحن شباب حملة تطوعية عن طريق الفيس بكون جمعنا وجاين نضف مناطق أو أكثر من مرة نضفنا يعني كثير مناطق مستشفى الخنساء حملة بدورة حاملة الجرار حملة هنا حملة نتمنى من كل شباب المناطق أن نتقوم نفس الشيء وينطفون مناطقهم منذ ساعات الصباح الأولى يتجمع المتطوعون في أحد الأحياء المحررة ويتوزعون إلى مجامعة تنتشر في الطرق الرئيسة والفرعية لرفع الأنقاض وترميم الجدران وتجميلها وتدفع أجور الآليات والمعدات من أموال المتطوعين الشخصية نتمنى من الحكومة تدعمنا بأسطة الأشياء دوري في هذه الحملة هو رسومات جدارية بعد محي رسومات داعش التي تترك أثر سلبي في نفس المتلقي من أطفال من الشباب نحن قمنا بإزالتها ورسم رموز عراقية علم عراقي وتماثيل وأي آثار تسمى برمزية الموصل ولم يقتصر عمل فريق حملة خلوها أجمل على تجميل المناطق بل تعدى لتنظيم السير في الطرق وتسهيل حركة المرور أمام الحالات الطارئة أكثر من 150 متطوعا تمكنوا منذ انطلاق حملتهم قبل عشرة أيام من نفض الغبار عن العديد من المؤسسات الصحية والشوارع في مدينتهم رغم المعوقات التي واجهتهم للشرقية نيوز نهض الزيدي ساحل الموصل العيسار أقد في بغداد مؤتمر برلماني استشاري بحضور رئيسي البرلمان العراقي سليم الجبوري ومجلس القضاء الأعلى فيق زيدان إضافة إلى محافظ نينوى وأعضاء مجلسها وعدد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين واتفق المجتمعون أن مرحلة الإعمار وإعادة الحياة هي جزء لا يتجزأ من المعركة بكل تفاصيلها وطلب المجتمعون حكومة نينوى بسعي لإيجاد بداء الاستثنائية من خلال تنشيط القطاع الخاص والتفاهم مع الشركات الكبرى والقادرة على تمويل الإعمار من خلال الاستثمار وناقش المسؤولون في رؤية الموصل مبعد داعش ومسؤولية إعادة النازحين إلى المدينة وإعمار البناء التحتية تم فتح باب الحوار والنقاش لتوفير التخصيصات اللازمة ما يتعلق بنا كالجنمالية في مجلس النواب العراقي بذلنا الجهد لتوفير التخصيصات الضرورية اللي نعتقد أنه ممكن تساعد أهل نينوى على إعادة الاستقرار وإعادة عودة النازحين إلى مناطقهم تم تخصيص مبلغ 74 مليار في موازنة لسنة 2017 ضمن تنمية الأقاليم للمحافظة وفي نفس الوقت لم نتناسى إعادة الاستقرار للمحافظة فتم تخصيص مبلغ أو نسبة 20% من مجمل استقطاعات الثلاثة بالمئة اللي هي من استقطاع الرواتب 20% تذهب من هذا الرقم إلى محافظة نينوى لإعادة الاستقرار بالإضافة إلى نسب أخرى توزع على وزارة الكهرباء ووزارة الصحة ووزارة التربية لتوفير الخدمات اللازمة وعادة الاستقرار لكل قطع على حد حسب اختصاص الوزارة المعنية نتوقف عندنا ملف الموصل معنا النائب شيخ محمد نور العبد ربو النائب عنينا ومرحبا بك شيخ محمد نوري إلى هذا الحصاد يعني سيد محمد نوري الموصل أنت تعلم يد تقاتل ويد تبني الآن حدثنا عن ملف الإعمار الآن ما الذي يواجه من صعوبات الآن أين تكمن القرارات الحقيقية لإعادة إعمار ما تحرر من نينوى هل هو أيضا بقرار سياسي هذا الإعمار بقرار سياسي أو قرار ماذا وعند من هذا القرار السياسي تفضل مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناتكم الكرام وعلى كدر قناة الشرقية وشكرا لهذه الاستضافة حقيقة قبل أن أبدأ بالجواب على سؤالكم الكريم بيودي أن أنقل رسالة وأمانة من أبناء الموصل وتحديدا في الجانب الأيسر موجهة إلى السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وإلى الوزراء المعنيين في هذا الموضوع وفحوى هذه الرسالة أن أهل الموصل في الجانب الأيسر هم قادرين على إعادة إعمار المناطق والتعاون مع الحكومة سواء المحلية أو المركزية وبإشراف من أهالي تلك المناطق دون أن تقدم الحكومة المركزية أو المحلية أي مبالغ مالية لهؤلاء أن يتم اختيار عدد من الشخصيات من أهالي كل منطقة معينة على سبيل المثال 10 شخصيات أو 15 شخصيات يقومون بالإشراف على عمليات الإعمار وتنظيف الشوارع من لديه آليات تبرع بآلياته من لديه شفلات تبرع بالشفلات من الشباب الموجودين في هذه المناطق لهم القدرة والقابلية على أن يقوموا بأداء أعمال دون أي مقابل ودون أي مبالغ تصرف باستثناء قد تكون مادة القاز وايل المعدة للشفلات والقلابات في حالة حاجتها كل هذا سيساعد الحكومة المركزية أو الحكومة المحلية في تقليل الصرفيات وتقليل هدر الأموال قد تكون في بعض الأحيان في غير محلها لذلك هي رسالة موجهة إلى السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن يقوم بتشكيل اللجان داخلية وهذه اللجان من الأهالي من أهالي تلك المناطق وأن تبعد كافة الآراء السياسية عن هذا الموضوع وأن يقومون أهالي هذه المناطق ببناء هذه المناطق وهم قادرين أهالي الموصل على بناء تلك المناطق وشاهدنا قسم من الشباب خلال الأيام القليلة الماضية قيامهم بعمليات تنظيف كبيرة لو صرفت أموال لكان قد صرفها مليار أو مليارين دينار دون فعل أي شيء على واقع الأرض لذلك اليوم شباب الموصل وأهالي الموصل يبلغون السيد رئيس الوزراء السلام ويقولون له يشكل خلايا داخل هذه المناطق من أهالي المناطق هم يقومون بالإشراف على الأعمال الموجودة دون أي مقابل وهم مستعدون للعمل ليلا ونهار من أجل إعمار الموصل ومن أجل إعمار ما يمكن إعماره في المناطق التي تم تحييرها من عصابات داعش لا نتكلم عن الإعمار بشكل عام لكن نتكلم عن ما يمكن إعماره من قبل الأهالي ومن قبل أصحاب الغيرة من أهالي نينار والموصل تحديداً لديهم الغيرة يريدون أن يشاركون الحكومة المركزية والحكومة المحلية يريدون أن يشاركون القطاعات الأمنية كما ضحت بدمائها هذه القطاعات اليوم أهالي الموصل يريدون أن يضحون بوقتهم بمجهودهم بما يملكونه من أموال لغرض إعادة إعمار تلك المناطق فهي رسالة موجهة إلى سيد حيدر العبادي أن يقوم بالتزام هؤلاء وأن تشكل هذه اللجان وهذه اللجان لا ترغب في دفع أي مبالغ مالية إلها هي كما انصح التعبير نسميه حشد إعمار الموصل من أهالي الموصل هم مسؤولين عن إعمار هذه المناطق بالعودة إلى سؤالك الكريم طبعا كثير من المنشآت الحيوية والرئيسية تحتاج إلى عملية إعمار ومن ضمنها كما تعلمون الجسور وجامعة الموصل وكثير من الدوائر الحكومية التي قامت انظيم داعش بالفترات الأخيرة بتفجيرها وقام باستهدافها سواء عن طريق العبوات الناسفة أو عن طريق القصف أو عن طريق زرعها ولغم البنات بشكل كامل وقام بتفجير صرح كثيرة في محافظة نينة ومنها جامعة الموصل وكثير من الأبنية الحكومية كل هذا يحتاج إلى إعادة إعمار لكن اليوم نحتاج أن تكون هناك هيئة ولجنة مختصة في هذا المجال لا يجب أن تكون هناك أياد سياسية تتنازع فيما بينها على أخذ هذه المقاولات أو إحالة هذه المقاولات إلى الشركة الفلانية أو الشركة الفلانية حتى يتم تقاسم المبالغ التي تخصص لهذه المحافظة كثير من الشركات ومن السياسين قد ينتظرون هذه المرحلة حتى يتم تقاسم هذه الأموال لذلك نحن نطلب من السيد رئيس الوزراء ونطلب من مسؤولي صندوق الإعمار في بغداد ومنهم السيد الهيتي أن يكون هناك عمليات صرف منضبطة أن تكون هناك شركات أجنبية لا نرغب بالشركات المحلية لأن الشركات المحلية سبق أن قامت بكثير من الأعمال لكن لم تأتي بناتج إلا إذا كانت شركات رصينة ولديها القدرة والقابلية على بناء أو إعمار قسم من هذه المناطق الشركات الأجنبية ممكن أن تأخذ منها التعافذات وهي شركات رصينة عالمية تستطيع أن تنجز كثير من الأعمال وأن نعيد الموصل لما كانت سابقا وأجمل مما كانت نعم البلف في بعض الأحيان قد يدخل فيه جنب سياسية قد تدخل فيه مناكفات سياسية في بعض الأحيان لكن اليوم نريد أن نتجرد من هذا الموضوع وأن يتنحى السياسيون عن عملية الإعمار وأن توجه عملية الإعمار لمن هم معنيين في عملية الإعمار حتى وأن استلزم الأمر أن نأتي بخبراء أن نأتي بشركات أجنبية يشرفون على هذه الأعمال لأن اليوم الموصل ليست لأنا وحدي وليست للآخرين وليست لفلان الموصل اليوم للجميع وبنائها وإعادتها إلى ما كانت عليه هي للجميع ليس لشخص واحد وليس لسياسي واحد التقاطعات السياسية يعني إنجاز التعبير لتذهب إلى الانتخابات لا تذهب إلى عملية الإعمار التقاطعات السياسية لن تبني الموصل لذلك علينا جميعا أن نبعد أنفسنا جميعا عن عملية إعمار الموصل هناك أشخاص متخصصين في عملية إعمار سواء في مجال الجسور سواء في مجال الطرق سواء في مجال المستشفيات سواء في مجال المدارس هناك متخصصين في هذا المجال ليأتوا هؤلاء المتخصصين وهم يقوموا بإعمار الموصل بدل أن تتكالب الكتل السياسية فيما بينها والأحزاب السياسية فيما بينها أن تأتي بالشركة الفلانية أو الشركة الفلانية لغرض أن ترسوا هذه المقاولة على المقاولة الفلانية أو المقاولة الفلانية وتذهب الأموال هدرا هنا مبلغ 10% للشخص الفلاني وهنا 5% للشخص الفلاني وهنا لمن يفتح العطاء وهنا لمن يحيل المقاولة وهكذا تهدر الأموال ولا تبقى إلا نسبة قليلة لذلك علينا أن نبتعد جميعنا عن هذه المساجلات وأن نترك عملية الإعمار لمن هو متخصص وأن نراقب هؤلاء إذا كانت هناك عملية سريقة من الممكن أن نتكلم عن من يقوم بالسريقة أما أن نكون جزء من هذه العملية فأعتقد هذا غير جائز أنا كذلك أوجه رسالتي مرة أخرى للسيد حيدر العبادي أن يكون حشد إعمار الموصل من أبناء الموصل لأنهم لديهم القابلية أن يعملوا بدون أي مبالغ وهم مشرفين على هذه الأعمال لذلك التقاطعات السياسية والكتل السياسية يجب أن تبتعد عن عملية إعمار الموصل سيد محمد نوري نريد أن نمر سريعا على الجانب الأيمن في الموصل التحذيرات الدولية من حدوث مجاعة وضح لنا الصورة أكثر كيف هو الوضع في الجانب الأيمن ما حجم العمق السراتيجي الذي لا يزال يشغله داعش في العراق أو بالأحرى هل هو موجود حتى الآن يعني كما تعلمون أنا قبل فترة ذكرت من حوالي شهرين أو ثلاثة أشهر قلت إذا استمر حصار نينوة أو بشكل عام والجانب الأيمن بشكل خاص من الممكن أن نشهد كارثة إنسانية ستحصل في الجانب الأيمن واليوم نسمع ونرى كثيرا أن هناك فعلا كارثة إنسانية هناك مجاعة يفوقها العقل لا نستطيع أن نوصفها من خلال كلام هناك ما يقارب 750 ألف شخص يعيش في الجانب الأيمن هم محاصلون من كل الجهات كما تعلمون من الجانب الشمالي نهر دجلة ومن الجنوب الحشد الشعبي ومن جهة الغرب الحشد الشعبي ومن جهة الجنوب قطاعات الشرطة الاتحادية ومن جهة الشرق بيش مرقى وقسم من قطاعات الجيش وشمالي جهاز مكافحة الإراب هذه المنطقة مطوقة كاملا كل ما موجود من المواد الغذائية بدأت تنفذ يوما بعد يوم إذ نتكلم نحن عن 750 ألف شخص مهما تكون المواد الغذائية كانت متوفرة داخل المدينة بدأت تنفذ هناك اتصالات من بعض الناس أنه لا يستطيعون اليوم حتى أن يشربوا الشاي لعلى موجود السكر لا يوجد زيت لا يوجد نفط للتدفئة كل الأمور الإنسانية التي هي من ديمومة الحياة غير متوفرة في الجانب الأيمن اليوم هناك من الأشخاص من يذهب لشراء غرف النوم في مناطق معينة لغرض جلبها وتكسيرها والطبق على هذه الأخشاب أو لغرض خبز الطحين وما إلى ذلك حتى يوفر بعض المواد الغذائية التي يمكن أن يأكلها أحد الأشخاص تكلم معي وقال نحن خمسة أشخاص تقاسمنا رغيف واحد من الخبز وهو عبارة عن خبز شعير الحالة الإنسانية لن توصف بكلامي أو كلام أي شخص من يعيش هناك هو من يوصف الحالة الحالة مأساوية جدا الحالة متعبة جدا وإذا استمرت خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة من الممكن أن تكون هناك كارثة إنسانية نحن أمام مجاعة حقيقية نحن أمام انعدام خدمات بشكل تام اليوم لا نتكلم عن الكهرباء لا نتكلم عن شوارع لا نتكلم عن مدارس نتكلم عن ديمومة الحياة وهي مثلا الماء والأكل والشرب والأدوية هذه بدأت تنفذ وبدأت تعدم في الجانب الأيمن في محافظة نينواء العمق الستراتيجي لعصابات داعش في الجانب الأيمن كما تعلمون نعم هناك عمق ستراتيجي كما تعلمون الجانب الأيمن هو باتجاه سوريا التي تعتبر أيضا معقل لعصابات داعش هناك من المحلات ومن المعامل الكبيرة والكثيرة في الجانب الأيمن لعصابات داعش لا زالت تستخدمها لغرض تفخيخ السيارات في تلك المناطق هناك مناطق بأكملها مسيطرة عليها عصابات داعش وهي المحاذاة لنهر دجنة وسابقا كانت هذه المناطق غير آمنة حتى قبل 2014 كانت تتغلغل وتوجد أماكن لعصابات داعش في تلك المناطق تستخدم من كثير من المناطق اليوم أنفاق تستخدم من الجبال أيضا مقرات لعصابات داعش لكن القطاعات العسكرية إذا استطاعت أن تغير بعض الخطط التي استخدمتها في الجانب الأيسر في الفترات الأخيرة تحديدا من الممكن أن تقضي على عصابات داعش خلال فترة وجيزة القطاعات العسكرية الآن اكتملت تقريبا عمليات الاقتحام لجانب الأيمن وتنتظر متى يا أمر القائد العام لقوات المسلحة اقتحام الجانب الأيمن لكن كل هذا ونطالب أن تكون هناك حماية لأرواح المدنيين لأن هؤلاء المدنيين ليس لهم ذنب فيما حصل لا حول ولا قوة لهؤلاء المدنيين اليوم والمدنيين ينتظرون الحكومة بقطاعاتها العسكرية بأبنائها بحجدها بجهاز مكافحة بالشرطة الاتحادية بكل بالقطاعات العسكرية بكل صنوفها أن تأتي وتحررهم من عصابات داعش لذلك نحن أمام خيارات صعبة خيارات التحرير وخيارات الحفاظ على أرواح المدنيين ونحن نقدم خيارات الحفاظ على أرواح المدنيين قبل أن نقدم خيارات التحرير لأنه التحرير إذا لم يكن اليوم فيكون غدا أو بعد أسبوع أو بعد شهر لكن نريد أن نحافظ على أرواح المدنيين من الأطفال من النساء من الشيوخ لدينا اتصالات كثيرة عنه الوضع للإنساني متعف جدا الوضع الأمني قلق عصابات داعش منهارة لا يعرف هنا التوجه في أي مكان يعني في بعض الأحيان عندما تكون هناك غارات جوية لا يستطعون الحركة لأن يمكن أن ترصدهم هذه الغارات الجوية من قبل الطائرات المسيرة والسلاح الجو العراقي لذلك نحتاج إلى وقفة حقيقية من قبل القطاعات العسكرية وأن تكون هذه العملية مهنية كما حصلت في الجانب الأيسر الجانب الأيسر بحمد الله لن تحصل لدينا خسائر بشرية من ناحية القطاعات العسكرية لكن قيام عصابات داعش بالقصف بالهوارات والصواريخ أدى إلى استشهاد قسم من المدنيين لذلك نتمنى أن تكون هذه العملية في الجانب الأيمن أيضا عملية دقيقة وأثر دقة من الجانب الأيمن القطاعات متهيئة لكن تنتظر ساعة الصفر لكن نوصيهم ونقول لهم المدنيين وأرواح المدنيين هي أمانة في أعناقكم أيها القطاعات العسكرية التي بذلت قبل اليوم وضحت بدمائها لا زالت اليوم تضحي بدمائها من أجل المدنيين نعم شكرا لك على هذه المعلومات مباشرة من بغداد محمد نوري العبد الرب والنائب عنينا وشكرا لك لملاحظاتكم حول مضامين الأخبار والمعلومات الواردة فيها راسلونا على رأي أد الشرقية دوت كوم اعلان عن تظاهرة المليونية السبت المقبل الآلاف في ساحة الحرية أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد للمطالبة بحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم الأعراجي أول وزير عراقي يقطع يد العائلية والمحسوبية من أن تمتد لوزارته بادر تكشف عن إجراءات الوزير ضد أحد أقاربه تبحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراحا قد يؤدي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية بحسب ما أفاد مسؤولون أمريكيون ونقلت رويترز عن هؤلاء المسؤولين قولهم أنه تم أخذ رأي عدد من الوكالات الأمريكية بشأن هذا الاقتراح الذي سيضاف أن تم تنفيذه سيضاف إلى الإجراءات التي فرضتها ولاية المتحدة على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وقد يحمل هذا الاقتراح توجيهات لوزارة الخارجية الأمريكية ببحث وإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن الجماعات الإرهابية ربط رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لارجاني تحقيق التوازن في منطقة الشرق الأوسط بما أسماه حل القضية العراقية لارجاني أكد خلال لقائه القيدي في المجلس الأعلى الإسلامي عدل عبد المهدي في تهران أن إنهاء المشاكل الإرهابية والأمنية في العراق تحظى في الوقت الحاضر بأهمية كبرى بالنسبة لإيران لأن هذا البلد يعد ركيسة استراتيجية في المنطقة جانبه قال عدل عبد المهدي أن حل القضايا الداخلية العراقية مرتبطة بالملفات الإقليمية وعليه فإن حل أي من القضايا الداخلية سيكون صعبا إذا لم يتم إيجاد حلول للقضايا الإقليمية إلى ذلك قال وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان إن الولايات المتحدة خرجت من العراق والصومال بذل وهوان وإنها فقدت هيمنتها في المنطقة هذا ورد المرشد الإيراني علي خامنين على العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران قائلا أنه لا يمكن لأحد إخافة إيران أو محاولة شل قدراتها وقال خامنين خلال خطاب ألقاه أمام قادة وكوادر القوة الجوية الإيرانية قال إن الإيرانيين سيردون على تهديد لترامب يوم الجمعة المقبل في الذكرى السنوية للثورة الإيرانية دون أن يكشف عن طبيعة الرد المنتظر لا يمكن لأي عدو شل الأمة الإيرانية بقول ترامب عليكم أن تخافوا مني لا نحن نقول لك هكذا سيرد الشعب الإيراني على كلماتك في العاشر من شباط في ذكرى الثورة وسيعبرون عن موقفهم ضد هذه التهديدات الرئيس الأمريكي الجديد قال إن علينا أن نشكر أوباما لماذا؟ لأنه أوجد داعش وأحرق العراق وسوريا أم على إشعال الفتن في بلادنا منذ عام 2009 نحن ممتنون لترامب لجال حياتنا سهلة لأنه كشف الوجه الحقيقي للولايات المتحدة وشكلت التصريحات والتهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران طيلة المدة الماضية ملامح صراع عسكري بدأ يأخذ طابع الجد مع إرسال البنتاجون حملت الطائرات جورج بوش إلى منطقة الخليج العربي بهدف حماية مصالحها القومية في هذه المنطقة من أي تهديد التفاصيل في هذا التقرير لم تحتج الولايات المتحدة الكثير من الوقت لتحول تصريحاتها المتبادلة مع إيران إلى خطوات فعلية تنذر بفعل حازم بعد وصول حاملة الطائرات النووية جورج بوش إلى قاعدة في جزيرة كريت اليونانية لتنتقل بعدها إلى محطتها المرسومة لها في مياه الخليج العربي مهمة هذه الحاملة التي يرافقها طرادان صاروخيا ومدمرتان هي ضمان المصالح القومية الأمريكية في أوروبا ومصالح الشركاء في الشرق الأوسط حسب ما أعلن مصدر في الأسطول الأمريكي السادس مراقبون أكدوا أن تصريحات ترامب ووزير دفاعه ماتيس حول التجربة الصاروخية الإيرانية وأنها لن تمر من دون عقاب يضاف إليها إطلاق الحوثيين صاروخا فاليستيا باتجاه هدف عسكري سعودي وتعرض بارجة أمريكية إلى هجوم من قبل الحوثيين أيضا شكلت جميعا أسبابا واقعية لإرسال حاملة طائرات تحمل تسعين مقاتلة إلى المياه الإقليمية أحرف الرسالة الأمريكية الموجهة إلى الحكومة الإيرانية بدأت تترح أحرف تدل بموجملها على أن ترامب مختلف جدا وأن التصريحات الإيرانية المهددة للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وتحديدا في العراق والخليج ووصف الولايات المتحدة بأنها نمر من ورق قد تقابلها واشنطن بفعل عسكري يعيد ترتيب الأوراق في المنطقة اقتراب الحاملة النووية من المياه الخليج مصحوبة بتصريحات وأهداف أمريكية واضحة ووزير دفاع يوصف بالراهب المحارب إلى جانب اتفاق الأطراف داخل واشنطن على أن إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب قد ترسم جميعا أحداثا تفوح منها رائحة البارود ويسمع منها ضجيج الأسلحة بحسب مراقبين لملاحظاتكم حول مضامين الأخبار والمعلومات الواردة فيها راسلونا على رأي أد الشرقية دوت كوم في ملاف خور عبدالله أكلت الكويت تمسكها بموقفها من خور عبدالله ورفضت اعتبار ما جرى ترسيما للحدود مع العراق وصفة إياه بأنه مجرد تنظيم للملاحة البحرية جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجي الكويتي خالد الجار الله خلال حديثه للصحفين على هامش مشاركته بحفل في السفارة الإيرانية وقال أن الكويت لا تعير أي اهتمام للتصريحات الصادرة في العراق التي تريد أن تؤجج الموقف من جهة ثانية أقامت حركة النجباء وهي إحدى الفصائل المنضوية بالحجد الشعبي ندوة تحت عنوان اتفاقية خور عبدالله تفريط العراق بسيادته البحرية هددت خلالها باتخاذ موقف تجاه الكويت إذا كانت الحكومة العراقية غير قادرة وقالت النجباء في بيان أنها لن تسكت عن أي اعتداء أو تجاوز على أراضي العراق الحدودية محذرة من أن التهور وإطلاق تصريحات غير مسؤولة سيولد أمورا لن تكون بصالح الكويت أصدر وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرج بيانا حذر فيها المواطنين من وجود محتالين قال إنهم يدعون كذبا صلتهم بوزير الداخلية قاسم الأعرج عن طريق القرابة أو الصداقة أو النسب لتحقيق مآرب ومكاسب مادية فيما ذكر بيان لكتلة بدر النيابية أن قوة أمنية ألقت القبض على شقيق الوزير لأنه حاول استغلال قرابته من الوزير لأمور التعينات في الداخلية وغيرها من الأمور وأمر الأعرج بحجزه أشدد وزير الداخلية على أن الوزارة عازمة على تنفيذ العقوبات وفق القانون وتطبيقها على كل من يدعي أنه له علاقة بالوزير أو قريب له ويستغلها لأمور التعينات وغيرها خلافا للقانون وأكد بيان الداخلية أن الوزارة ستحتفظ بحقها القانوني باتخاذ أقصى الإجراءات العقابية الرادعة وفقا للقانون مع كل من يدعي هذه الإدعاءات الباطلة المشار إليها هذا وأن نوه أن وسائل التواصل الاجتماعي قد رحبت بشدة وتفاعلت مع هذا الخبر الذي قام به وزير الداخلية السيد قام السيد قاسم العرجي ودع المشاركون في وسائل التواصل الاجتماعي إلى دعو الوزارة كافلا أن يحذو حذوه في إدارة وزارتهم إذن مستمرنا معكم في هذا الحصار وفيه بعد قليل الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ بتجديد الإجراءات على المتقدمين للحصول على تأشيرة للدخول إلى أراضيها قرر مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال اجتماعه برئاسة مسعود البرزاني إرسال وفدين إلى بغداد أحدهما السياسي والآخر حكومي لبحث قضية استقلال إقليم كردستان ذكر بيان رسمي صدر عقب اجتماع المجلس القيادي للحزب برئاسة مسعود البرزاني أن وفدين أحدهما سياسي مشترك من الأطراف الكردستانية والآخر حكومي سيزوران بغداد حيث سيناقش الوفد السياسي مع المسؤولين هناك قضية الاستقلال فيما سيبحث الوفد الآخر المشاكل الفنية والحكومية العالقة بين المركز والإقليم وأكد البيان أن جهود بعض الذين يقفون ضد التعايش والشراكة في إدارة العراق يمثل عودة إلى ممارسات الحكومات العراقية المتعاقبة التي لم تكن في مصلحة أي من مكونات البلد كما أكد الاجتماع أن التغيرات التي حصلت في الأشهر الماضية والمتغيرات في خارطة التحالفات والعلاقات داخل الإقليم لا يمكن اعتبارها في مصلحة كردستان وأن جزءا من أسباب ذلك يعود إلى سياسة الخاطئة لبعض الأطراف المشاركة في العملية السياسية وعدم الاستفادة من التغيرات المهمة التي حدثت في المنطقة في هذه الأثناء قال المستشار الرئيس الجمهورية خالي الشوانين نخشية التحالف الوطني من فقدان الشيعة القرار السياسي والعسكري في العراق وازديار الدعم الدولي الأكراد وراء طرح التسوية السياسية وأكر أشواني وهو قيالي في الاتحاد الوطني الكردستاني أن القادة الكرد أبلغ رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم بأنهم لن يقبلوا بأن يتم سحق الحقوق الكردية بحجة الحفاظ على وحدة العراق وأشدد أشواني على ضرورة أن يدرس القادة الأكراد الورقة المقدمة من قبل التحالف الوطني ويجب الاتفاق على كافة النقاط والتقدم بأفكار مشتركة قبل زيارة بغداد تحولت الجبيات في نقطة تفتيش الصفرة على التقاطع الفاصل بين ديالة وصلاح الدين قرب العظيم إلى همن يؤرق التجار وأصحاب الشاحنات جراء تعرضهم إلى مساومات وابتزاز ويقول سائق شاحنات أن الطوابير تمتد لكيلومترات عدة تنتهي بالعادة بفرض جبيات إضافية ترفع من تكاليف البضائح ثلاثة أضعاف من دون وجود قاعدة ثابتة للجباية أو تعرفة مركزية موحدة عبد السميع عزاوي وتفاصيل هذا الملف ما أن تكتب على محرك البحث جوجل كلمة سيطرة الصفرة حتى ترى الكثير من مقاطع الفيديو التي صورت من المارينة بها من سواق أو مراسلين صحفيين الشكوى ترتفع منذ فترة ليست بالقصيرة من نقطة التفتيش هذه والتي تقع بالقرب من ناحية العظيم في محافظة ديالة وتربط أقليم كردستان بمحافظات الوسط والجنوب والتي تتم بها عملية التخليص القمرقي لسيارات التي تحمل بضائع فالرشاء متفشية واستفاء المبالغ يصل إلى أكثر من ألف دولار لسيارة الواحدة كما يؤكد السواق نحن كمسوقين دمرنا من وراء الصفرة الله ومان الله قطعت خبزتنا شينو كل سيارة قمرق هاي سيارة تتواجد قمرقها مليون وثمانمية هاي القمرق مالها مليون وثمانمية أجر مليون دينار حمال ومدى وكذا وكذا شينو كل سيارة صرف أربعة ملايين شينو الربحة هي يعني الحكومة جاءت تساعدنا لو تأذينا لا الحكومة جاءت تأذينا الحكومة دمرتنا هالحكومة بس صفرها دمرتنا أشاحنات تتكدس بطوابير كبيرة تصل إلى مسافات طويلة وتبقى لأيام عدة بسبب سوء التنسيق الأمر الذي يضطر الكثير من السائقين إلى دفع المبالغ لإنجاز معاملة التخليص القمرقي بسرعة وتلافيا لعدم تلف المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية والله أخي بالنسبة للقمرق القمرق هس أذية أصبح أذية حتى على المواطن قمرق سيارة تأخذ سبع تيام ثمانة يام ما تعبر له فلوس رشاوي له ما تعبر تنطي فلوس أربعمائة خمسمائة سبعمائة نوبات نوبات مليون مليون وشوية الموظفين القمرق قل لك أعبر وراها يهميك ضبك وقل لك تعال ادفع نحن مرنا علاقة لا بفلان لا بعلان زين يكسر السيارات يكسر القلوبات في سبيل ضغط على صحبة السيارة وكلها يتحمل عبئها أبا العلوى وبقى العلوى المواطن يتحمل عبئها وتعرف أن تظرف الاقتصاد يمارت البلد أدى يمر بها البلد وكما عرفنا من الناقلين والتجار فإن سيارات القادمة من خارج العراق يقوم أصحابها بدفع مبالغ القمارك في المنافذ الحدودية ثم يعود للانتظار في سيطرة الصفرة ودفع مبالغ أخرى لشرقية نيوز عبد السميع عزاوي صلاح الدين دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الأمر التنفيذي الذي يصدره بشأن الهجرة باعتباره ضروريا لأمن الولايات المتحدة محذرة من أن البلد يواجه خطرا هائلا سرامب قال في كلمة أمام مسؤولي الأمن في واشنطن أنه يجب تطبيق القرارات المتعلقة بحضر الدخول للولايات المتحدة الأمريكية ولو لفترة معينة مشيرا إلى أن المحكمة التي تنظر بقرار الحضر مسيسة ويجب عليها فعل ما هو صائب أعتقد أنه أمر محزن أنه يوم محزن أعتقد أن أمننا في حالة تهديد اليوم وسيبقى كذلك حتى نحصل على ما نحن نستحقه كمواطنين لهذا البلد وكراساء للشرطة ونريد الأمن أحد أسباب انتخابي هو الأمن والأمان والقانون هذا هو أحد الأسباب أيضاً الوظائف وأمور أخرى كثيرة ولكن أحد من الأسباب القوية هي الأمن وهم يسلبون الأسلحة منا واحد بعد الآخر هذا هو ما يفعلونه وأنت تعلمون ذلك وأنا أعلم ذلك وأنتم لم تكونوا سعداء لفترات طويلة وأستطيع أن أقرأ إصطلاعات الرأي أفضل من أي شخص لأنني فهمت إصطلاعات الرأي أفضل من أي ممن أعدوا هذه الإصطلاعات لو فافترضنا أنها كانت إصطلاعات أمينة وربما البعض منها أو الكثير منها لم يكن أميناً في نهاية حصائل هذه الليلة شكراً لكم على كرام المتابعة هذه أجمل تحية من شيرين ومني مظفر ومن الكادر خلف الكاميرات شكراً لكم إلى اللقاء شكراً لكم